احنا ان شاء الله بإذن الله بما اننا بينا في المركز الثاني فهنلعب مع الثاني مع الثاني في المجموعة السادسة يوم الاحد القادم في العاشرة مساء بتوقيت الكاهرة طيب المجموعة السادسة دي فيها مين؟ فيها المغرب وفيها زنبيا وفيها الكونغو الديمقراطية وفيها تنزانيا طيب مبدئيا كده ان شاء الله يعني هنلعب مع زنبيا يا مع الكونغو الديمقراطية ده على الورق عشان لسه اما فضل لها من جولة الاخيرة وممكن تتشقلب زي عادة المباريات في كاس النوم الأفريقية هذا العام بس نظريا المغرب هتبقى اول وهناخد يا اما زنبيا في المركز الثاني او الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني هتقول لنفسك في مين اقول لك يا رب زنبيا عشان الكونغو برضو منتخب تجيل وحلو واظهر قدرات كبيرة في هذه البطولة بس في كل الاحوال لتنين على قد ايدينا مبدئيا يعني ناخدها خطوة خطوة كده على قد ايدينا ايه؟ يعني مش من منتخبات الصف الاول بس بيقدموا برد كويس بس مش من منتخبات الصف الاول طيب دور التمانية نشوف بقى ساعتها هيحصل في ايه؟ دور التمانية هنشوف هيحصل في ايه؟ هنلاعب الفائز من لو ان شاء الله كسمنا زنبيا او الكونغو باذن الله يعني هنلعب في دور التمانية مع الفائز من غينيا الاستوائية و احد افضل السوالس هنلعب مع غينيا الاستوائية واحد افضل يعني غينيا الاستوائية هتلعب مع احد افضل السوالس في المجموعات اللي هيكسب فيهم هلعبوا يعني بص الترتيبة ممكن تلعب مع زنبيا او الكونغو في دور الستاشر وتلعب مع غينيا بيساو مثلا في دور التمانية شكلها حلو نظرية عفوا غينيا الاستوائية مش غينيا بيساو غينيا الاستوائية شكلها حلو تلعب مع ده ثم ده لو اكونغو مثلا بقى كده تلعب مع غينيا الاستوائية نظرين حلوة بس اللي اتنين دولها قلت اسمعهم دول جمدين جدا في البطولة يعني غين الاستوائية دي كسبها لسه وبقول لك قد يفوره 4 صفرة على ملعبها ما فيهاش هزار ما فيهاش هزار والله يا حلوين والله اليوم حلو الواحد خد نفسه وينعمل الواحد يدوبك خلص المباراة ودخل على الهواء على طول بس انا باتكلم مع حضراتكم هديت توطر وعصبية ونرفزة وطنطيت عمالة تروح وتيجي الصعوبات دي ان شاء الله مش هنحسها بإذن الله من دور الستاشر شكلها وقى يخوف يخوف والله نطلع من دور الستاشر يا نهار بيض الحمد لله الحمد لله اعزائه شرباطة جماعة اعملوا خير الحمد لله ربنا كرمنا النهار حمد لله ربنا كرمنا نهاره شرباطة جماعة